دعو معاك عبد النور حاميسي بصفتك كنت مدرب سابق لهذا الفريق يعني كل هذا اللاعبين منهم رحمة الله عليهم بوزياني وخالد مفتاح لتعرفهم جيدا ماذا تقدر تقول لنا في هذا المناسبة؟ قبل كل شيء نعزي عائلة الفقدين زكريا بوزياني وعائلة خالد مفتاح في هذا المنصاب الجلل نظن نفقدنا رياضيين أخلاق عالية كمدرب لدراساتها وكلها في المدرسة العليلة لرياضة الأخ خالد مفتاح نظن عنده تقريبا أسبوعين بعد مباراة اتحاد الجزائر لبدأ العمل في مولودية البيض بوزياني أشرفت عليها هذا الموسم من الأوائل في مواظب على صلاته خاصة حتى في تدريبات حتى تشوفوه ينعزل على اليمين وعليا صارت على الملعب ويروح يقوم بصلاواته هذه شهادة لله نقولها أن هذا اللعب من نحية الأخلاقية ما شاء الله كان حتى أنه بعض الأحيان كان يتأخر لي في بداية تدريبات ويقول لي كنت نصلي في الصلاة ولا كنت في صلاة الفجر حتى أنه عندي معاه بعض الحكايات قبل مباراة وفاق ستيف نظن رياضة الجزائر كورت قادم جزائر ضيعت حارس من طيراز العالي أنه 25 سنة فقط في عمره وكان مستقبل الحراسة خاصة نقول لك إمكانيات عالية ربي الرحمه بنفس الشيء نعزي عائلة إدارة موليدية البيض خاصة هما كذلك متأطرين المصابين كذلك اللعبين كي شفتنا الصور حقيقة تأطرت كي تشوف اللعبين حسب اللي موليد البيض فيها عائلة خاصة أننا تقريبا حافظنا على 15 لعبت على المواسم السابقة حسب اللي اللعبين تأطروا كثير كي شاهدنا تلك الصور واناك حتى أنا طاقم الفني تاعي اللي المساعد لي كان بعد سماعي للحادث كلهم تصلوا بيها وحاولنا تصلوا بيهم للأسف التليفونات في وقت الحادث كانت مغلقة لكن أنا نقول كذلك ربي يرحمهم ربي تبتهم وشفاء العاجل إن شاء الله لكل اللعبين المصابين وكذلك المسيرين اللي يرافقوا الفريق في الحافلة طاقم الفم اللعبين مDD